اجرى قائد المنتخب الوطني رياض محرز حوارا صحفيا مع جريدة ليكيف الفرنسية تحدث في حواره عن قرار رحيله عن مانشستر سيتي وتحدث عن ظروف المغادرة قائلا كما نقرأ هنا كان متبقي لي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي وكان بإمكاني البقاء أنا من قرر الرحيل شعرت أن هذه الفرصة لن تأتي مرة أخرى شعرت أنه حان الوقت للمغادرة لأنني قضيت خمس سنوات في السيتي وفزت بكل شيء عرض علي يقول دائما ما حرز عرض علي عقد لمدة أربع سنوات في المملكة العربية السعودية في بلد مسلم حيث يمكنني بالتأكيد أن أؤوي عائلتي كما تحدث الذي يلقبه الجزائريون بحروز عن جائزة أفضل لعب أفريقي أي الكرة الذهبية الأفريقية وقال هناك نوع من المنطق في أن تتم مكافأتي بهذا اللقب سمعت أن هناك ضغط من أجل حارس المرمى المغربي بونو صحيح أنه فاز بالدور الأوروبي لكن هذا لا يقارن بأي حال من الأحوال مع تحقيق ثلاثية تاريخية مع أساتي لذلك سنرى وأثر هذا التصريح جدلا كبيرا على السوشيل ميديا جدل لن يسحمه إلا حفل تتويج اللاعبين الفائزين بالحفل أين سيتوجه أحدهم بالكرة الذهبية الأفريقية نقرأه إذن لصافيا في تعليقها الصراحة قال محرز أفضل لاعب في أفريقيا أما أمين كتب عندما حقق محرز الدور الإنجليزي الممتاز وأحسن لاعب في الدور مع ليستر سيتي سنة 2015 كان الكثير لا يعرف معنى كلمة بونو أما ناهد كتبت صراحة بونو ثاني قدم موسم واعر لكن إذا كان المعايير إعطاء الكرة الذهبية هي الألقاب فمحرز يستحقها أو إذا كانت شيء آخر من وراء السطار سيأخذها شخص آخر مثل ما فعلوا مع ميسي وذلك حسب ناهد وهي صاحبة التعليق الأخير